بالتأكيد ان طرق التحايل على المستهلك المصري بتختلف تبقى لطبيعة الشركات وعددها ونوعيتها فحضرتك شايف ان القانون الحالي هل هو يصلح لهذه المرحلة؟ هو اكيد طبعا فيه تقدم في طرق التحايل او طرق الغش زي هو التقدم التقني موجود والمتغيرات الموجودة على الساحة المجتمعية ده كان لازم توجبه اجراءات تشريعية واجراءات قانونية البرلمان وافق على قانون جديد 118 سنة 2018 لصدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 13 سبتمبر وصدرت الليحة التنفيذية ليه في 2 ابريل هذا القانون كان لابد ان يواكب كل المتغيرات ويضع اجراءات وقاليات تطبط السوق في مواجهة الاجراءات القانون الجديد ده حط ضوابة عديدة للإعلان عن الأسعار ضرورة الزام التاجر او مقدم الخدمة بالإعلانها للسعب ده كان بيتم مواجهته بموجب قرار السيد وزير التموين وفيه رفض قاطع لأي قرار لوزير التموين خاص بوجود تسعيرة جابرية او حتى استرشادية هنتكلمش بموضوع التسعير جابرية واقتصاديات السوق دلوقات العرض والطلب انما القانون بيلزم بالإعلان عن السعر بيلزم مين؟ بيلزم التاجر بالإعلان عن سعر السلعة اللي هو بيباع الإعلان فقط؟ الإعلان ولا التسعير؟ لا الإعلان طب هو الإعلان هيفدني أنا كمستهلك فيه الإعلان لما يعلن عن سعر السلعة هيلتزم باللي هو أعلن عنه وحاضرك في حاجة هو لو أعلن عن سعر السلعة فبقى حط نفسه تحت نظر الدولة تحت نظر في منظومة درائب هتحسبه على السعر اللي هو قال عليه طيب لو خالف هو السعر اللي قال عليه هيبقى خالف القانون لو ما أعلنش خالف القانون في عقوبات فحزمة من الإجراءات دي تستطيع أنها توصلني أن أنا أحقق ضبط الأسواق دي إجراءات أعلان عن السعر إلزام التاجر أنه يدي فاتورة القانون القديم كان بيقول إذا راغب على المستهلك لو محتاج فاتورة ياخد لا القانون الجديد بيلزم التاجر أنه يدي فاتورة شاملة واضحة يعني ما يجيش يديكي بيان أسعار لأ ده مرفوض وده طبعا أن أهلنا في كل مكان لازم يبقى وعيين وعرفين الكلام ده الفاتورة حقه حقه في فاتورته لو أنا ما أخدتش فاتورة كمستهلك لما تجي ما تقدرش تحميني أنا محتاجك تساعدين عشان أحميك يعني أنا لن أتردد أن أنا أتخذ إجراءات لتحميك لكن أنا تساعدين يعني ممكن بإهمالك تضيع حاجة هو خليه يجي التاجر اللي بقى لك أنا معرفهاش ما بقيتلهاش الفاتورة هيا المستند طب أنت ليه تسيب نفسك كده خد فاتورتك مش تغرامة مش هتتكلف حاجة والقانون بيانص أنه يدي الفاتورة دون أي مقابل مش لما أقوله هاتلي فاتورة يقولك تب هزود لك السعر بقى شوية طالما أعتقد فاتورة لا كلام ممنوع تماما وقانون يمنع ذلك تماما وفي عقوبات على كده يعني فدي إجراء الزم فاتورة القانون كمان الجديد واجه موضوع الإعلانات المضللة هتشوفي بقى البرامج وإعلانات اللي بتيجي على المواقع عن سلع وأشياء وأنا كمستهلك وحديث كمستهلكة بشتري بناءا على الإعلانات دي بتخليني بتغير إرادتي أن أنا أخذ دي أو دي يقولي دي أحسن سلعة في العالم ده أقوى علاج للعظام ده كل ده إعلانات أيوة كل ده بقى بتؤثر على إرادتي فبأختار بناءة موجهته ومنعه مسؤوليت مين بقى هو بالقانون منظم القانون الجديد منظم ذلك أيوة مسؤوليت مين بقى مسؤوليت الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة المعنية خلي بالك جهاز حانية توسطك بشتغلش لوحده وما فيش جهاز بشتغل لوحده وما فيش فرض بينجح لما بشتغل لوحده ترجمة نانسي قنقر